في الجزء ده هنتكلم عن الهريديتري بقى الامراض الوراثية وخصوصا هنركز في الجزء ده على الممبرين ديفكتس ممكن يكون وراثيا في مشكلة في الربلاتس الممبرين ديفكتس عيوب يعني عندنا في بعض الامراض المشهرة جدا زي هريديتري سيروسيتوزز تصارها HS هريديتري الليبتوسيتوز تصارها HE هريديتري بايروبيوكيلوسيتوز تصارها HPB والنوع الأخي اسمه هريديتري استوماتوسيتوزز كل الأربع امراض دول بيكون فيهم ديفكت في البروتينز بتاعت اللي هي الريتس الممبرين زي ما هنشافين قدامنا في الصورة الريتس الممبرين يتكون من جزء الجزء ده عبارة عن ايه عبارة عن بروتينز وعبارة عن الليبت وعبارة عن كربوهيدريت داخل الكربوهيدريت مع الليبت مع البروتين عشان يعمل لنا الريتس الممبرين من الخارج للدخل طبعا غياب اي عنصر من العاصر احنا شايفينها دول ممكن يعملنا مرض من الامراض الاربعة اللي احنا اخدنا المرض الاولاني انا اتكلم عليه اسمه هريديتري سيروسيتوز مرض وراسي هريديتري سيروسيتوز شوف بقى مين اللي هيبقى مش موجود هنا حاجة البروتينز مش سبكترين والانكرين والبانديسري والبروتين فور بوينتو اربعة بروتينز ممكن يقول مش موجودين في الريتس الممبرين يؤدي الى تغيير الشكل بتاع الاربزيز وتحول الشكل الاربزيز الى الشكل الكروي سفيروسيتوز يبقى بدل ما كانت نورمل بايكون كيف هتبقى سفيريكل سيروسيتوز تغير الشكل الى الشكل الكروي سيروسيتوز بسبب ايه بسبب ان ما في دفكت في الريتس الممبرين طبعا السيروسيتوز دي لما بتروح على السبين بتلاقي في خلايا سببا الماكروفاج الماكروفاج بتعمل لها فاجوسيتوز تتاكل فيها تكسر فيها لدوات ان الالسيروسيتوز تصبح مايكروسيروسيتوز يعني ايه اصغر كمان من القروية اللي في الاول خار وبعد كده تتحطم وتبقى وتعمل لنا هيموليتك انيمية طيب هيرديتر سيروسيتوز بونجد مر بازمات اسمها كرايسس عندي فيه ثلاث ازمات من الازمات اللي هيرديتر سيروسيتوز أزمة هيموليتك وازمة اسمها بلاستيك وازمة اسمها ميجالو بلاستيك كلنا عارفين ان ممكن يبقى فيه ظروف واحوال يزيد فيها التكسير ولما يزيد فيها التكسير نلاقي الهيمولوبين بيقل وفي نفس الوقت الخلايا الشبكية بتزيد طيب في بعض الاحوال برضو ممكن ان يحصل كسل للنخاع العظمي كسل للنخاع العظمي برضو اللي هيمولوبين حيقل ولكن هتلاقي الخلايا الشبكية بتقل كمان يبقى معناها فيه كسل للنخاع العظمي الازمة الثالثة هي ازمة الميجالو بلاستيك معناها ان نتيجة التكسير حصل نقص في البيتولف والفوليك اسد ليه؟ لان البوماروم محتاج ان هو يزود الانتاج فعشان يزود الانتاج بيستهلك بيتولف والفوليك اسد فبيعتبر ايه؟ ان الكميات الطبيعية اللي بياخدها الشخص في الوقت ده اصبحت غير طبيعي اصبحت قليلة الانتاج بيتولف والفوليك اسد وبالتالي تؤدي الى ميجالو بلاستيك كرايس ميجالو بلاستيك كرايس غالباً الريتكوليك سيستيبه اللوه الانيما ودي برضو بسبب نقص البيتولف والفوليك اسد